أعرب الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربي عن أطيب تمنياته للشعب المصري معربا عن ثقته في إنجاز خريطة طريق المستقبل وفقا للجدول الزمني المعلن لها وبما يحقق تطلعات الشعب نحو الحرية والديمقراطية جاء ذلك خلال استقبال العاهل المغربي لوزير الخارجية نبيل فهمي الذي سلمه رسالة خطية من المستشار عجل منصور رئيس الجمهورية أعرب خلالها عن تقدير مصر لموقف العاهل المغربي المساند دوما لمصر وشعبها وذكر بيون لوزارة الخارجية أن فهمي أعرض خلال لقائه مع عاهل المغرب التطورات الجارية في مصر وآخرها الاستفتاء على مشروع الدستور الذي شهد مشاركة شعبية كبيرة من ناحية أخرى أكد وزير الخارجي أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت ويأتي انتلاقا من دورها التاريخي في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وأشد دفامي على دعم الدولة العربية والإسلامية للقضية الفلسطينية والقدس الشريف عاصمة للفلسطين في هذا الاجتماع الهام حول قضية حساسة للغاية للعالم العربي قضية القدس تحديدا والحقيقة بنشكر المغرب على استضافة هذا الاجتماع وسينتهي الاجتماع إلى تأكيد دعم اللجنة ودعم العالم العربي والعالم الإسلامي للقضية الفلسطينية والقدس الشريف عاصمة للفلسطيني إلى تطورات الهوضاع في سوريا حيث بدأت فصائل المعارضة السورية اجتماعها في مدينة اسطنبول التركية والمقرر أن تعلن خلالها موقفها النهائي من المشاركة في مؤتمر جينيف كان من المفترض أن ينعقد الاجتماع أمس إلا أنه تأخر بسبب تحفظ قرابة أربعين عضوا من الاتلاف الوطني السوري على الانتخابات التي فاز فيها أحمد الجربة من جات أخرى أجرت تركيا وقتر المكلفتان من قبل الدول العربية والغربية لتفاوض مع المعارضة السورية أجرتان محادثات موازية في أنقرة مع أربع مجموعات مقاتلة سورية من بينها الجبهة الإسلامية في محاولة لإقناعها بجدوى مؤتمة جينيف 2 ميدانيا حقق مقاتل المعارضة السورية تقدما على حساب الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة بداعش خلال معارك مشتركة غرب محافظة حلب وقال المرصد السوري أن جماعة الدولة الإسلامية انسحبت من بلدة السراق بالاستراتيجية بعد أشتباكات عنيفة مع عدة كتائب مسلحة من المعارضة استمرت أيام كما دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحروب وقوات النظام قرب بلدة الغانتو بمحافظة حمص ذكرت مصادر مطلعة أن روسيا زورت سوريا بمعدات عسكرية جديدة في الأسبوع القليلة الماضية بينها عربات مدرعة وطائرات بدون طيار وأجهزة مراقبة ورادار وأنظمة حرب إلكترونية وقنابل موجهة وأوضح مصدر بالمعارضة السورية أن طائرات استطلاع روسية من تراز يو اي تستخدم لمساعدة القوات السورية في رصد مواقع المعارضين وإشن هجمات دقيقة بالمدفعية والقوات الجوية ضدهم مضيفا أنه تم توصيل بعض الإملادات لميناء اللذقية في سوريا منذ نحو ثلاثة أسابيع جانبه حذر وزير الخارجية الأمريكية جون كيري نظام السوري من مواجهة المزيل من الضغوط الدولية حال محاولة تحويل مسار المحادثات القادمة في جينيف وقال كيري أنه يتعين على النظام السوري أن يعرف أن الهدف الرئيسي من وراء عقاد مؤتمة جينيف 2 هو إجراء تحول سياسي في البلاد مشددا في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة لديها العديد من الخيارات إذا ما رفض الرئيس بشار الأسد تنفيذ قرارات مؤتمة جينيف الأول وعلى رأسها تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات وللمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من أسطنبول الدكتور حسان الشلبي عضو المجلس الوطني السوري من أسطنبول أهلا بك دكتور حسان وبداية هل أنت قسم حضرتك بشكل صحيح؟ نعم 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 أهلا بحضرتك أهلا بك أهلا بك هل حددت فصائل معرضة دكتور حسان موقفها من المؤتمر؟ وماذا سيكون موقف المجلس إذا أصرت باقي الفصائل على الذهاب للمؤتمر؟ سيد بالكريم لأشك أن هناك خلاف قوي في داخل أرواح الاتلاف الوطن السوري حول آلية الذهاب إلى جينيف 8 الكل يؤمن بأن الحل السياسي أمر لا بد منه ولا ما فكه منه وأن الأزمة السورية لا بد أن تنتهي بحل سياسي يحقق المطالب العادلة للشعب السوري لكن المجلس الوطني وأقياف كثيرة من المعارضة ترى أن الذهاب إلى جينيف 8 ليس من ورائه أي طائل أمام التحديدات الحقيقية التي تضمنها الرسالة المسربة من البدار الخارجية السورية أمام تحريف الأهداف المطلوبة والمرجوة من جينيف 2 عندما نتكلم على أن الهدف من جينيف 2 هو استمرار هذه السلطة والمساعدتها في محاربة الإرهاب وتحويل الثورة السورية وبصمها بالإرهاب نحن نتكلم عن انحراف حقيقي في مسار العدالة حينما نتكلم عن استمرار قصف حقيقي للمناطف السورية وزياد وسيرة الإجرام والاضطهاد من قبل هذا النظام السوري دون أي ردع حقيقي من قبل المجتمع الدولي ودون ممارس التوقف الحقيقي عليه حينما نتكلم عن طائرات بلا طيار للروس ستتدخل في العمرية على الأرض السورية كل هذه المناخات غير صالحة لأن نتكلم عن ذهب إلى جينيف 2 وأي جهة تتجرأ وتذهب إلى جينيف 2 ستكون ساقطة ولم تستطيع أن تمثل الشعب السوري في المرحلة القادمة وسيخسر المجتمع الدولي أولا قبل أن يختر الشعب السوري سيخسر لمجتمع الدولي ممثل سياسي حقيقي للشارع السوري سيخسر قدرة على إجراء حالات تفاوض لن يتمكن الاعتلاف ولا أي جهة تذهب إلى هناك من فرض أي شيء من المعادلة على السوار الذين يطالبون بأقل حقوقهم من فتح ممرات آمنة من وقت آلة القتل والدمار من إطلاق شراح المجلونين من إبداء حسن النواية وإيجاد مناخ مناسب بهذا المناخ السياسي للأسف نعم دكتور حسن نعم دكتور حسن الشلبي عضو المجلس الوطني السوري متحدثا إلينا من أسطنبول شكرا جزيلا لحضرتك وبالتأكيد سنتابع معا هذا المؤتمر المقرر لنقاده بعد أيام قليلة إلى لبنان حيث أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل جراء سقوط ثلاثة سواريخ على رأس بعلبك في مدينة منطقة البقاء قرب الحدود السورية كما أصيب جندي آخر في استهداف لمركز تابع للجيش بقضيفة صاروخية في ترابلس شمال لبنان يأتي هذا في حين قتل ثمانية أشخاص بينهم خمسة أطفال وأصيب عشرون آخرون في سقوط قذائف على بلدة عرسال الحدودية في شرق لبنان وذكر الجيش اللبناني أن عشرين صاروخا على الأقل اطلقوا عبر الحدود وسقطوا على مناطق حدودية لبنانية في العراق شنطيران الجيش العراقي قصفا استهدف مناطق جنوب مدينة الفلوجة بالأنبار وتستعد قوات من عناصر الصحوة لاقتحام الفلوجة لترضي مسلح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش من المدينة من جهة أخرى قتل شخصان واصيب عشرة على الأقل في تفجير مزدوج جنوب كاركوك شمال البلاد لا يزال المشهد العراقي يشهد حراقا مأساويا خاصة في محافظة الأنبار والتي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش أعلن سيطرته على أجزاء كبيرة من مدينة الرمادي وإعلان مدينة الفلوجة ولاية إسلامية وفي جديد الأزمة قصف الطيران العراقي مواقع الجماعات المسلحة في النعيمية وزوبع جنوب مدينة الفلوجة يعتقد بوجود عناصر مسلحة من داعش فيها بحسب مصدر أمني من جانب آخر أكد رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة أكد أن قوات من الجيش وعناصر من الصحوة تستعدوا لاقتحام الفلوجة لطرد مسلح داعش من المدينة وذلك غدا تتعرض المدينة لقصف من الجيش رئيس مؤتمر صحوة العراق أكد أن مسلح العشائر وقوات الجيش يسيطرون على أطراف الفلوجة بينما يسيطر عناصر من التنظيم على وسط المدينة كما أشار إلى أن مسلح العشائر بدأوا بالفعل عملية تمشيط واسعة بحثا عن مسلح داعش وذلك بعد نجاح مسلح العشائر في تطهير منطقة شارع الستين والملعب في الرماضي وتشهد الأنبار منذ شهر تقريبا عملية عسكرية واسعة تشارك فيها قطاعات عسكرية ومروحية قتالية إلى جان المسلحين من العشائر لملاحقة مسلح تنظيم داعش والقاعدة أصفرت عن مقتل وإصابة واعتقال العشرات منهم وبعيدا عن أزمة الأنبار وعلى وقع التفجيرات المتكررة في كافة الأنحاء سقط أكثر من عشرة أشخاص بين قتيل وجريح إثر انفجار عبوات نسيفة بالقرب من سوق لبيع الخضر بقضاء المدائن جنوب العاصمة بغداد كما انفجرت عبوات نسيفة أصفرت عن قتل وجرحة استهدفت دورية للشرطة لدمرورها في قضاء التاج شمالي بغداد تزامنا سقط العشرات بين قتيل وجريح إثر تفجير مزدوج لعبواتين نسيفتين كانت مزروعتين في منطقة دوميس جنوبي كاركوك فيما تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على أحد قيادية تنظيم داعش والعصور على مخبئ للمتفجرات غربي كاركوك يذكر أن محافظة كاركوك التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة تعد من أبرز المناطق المتنازع عليها فضلا عن كونها من المحافظات التي تشهد أعمال عنف تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية والمدنيين عمد العزالي فانورامانين مستمرة وفيها بعض أخبار الاقتصاد جيش جنوب السودان يعلن انتزع السيطرة على مدينة كور الاستراتيجية من أيدي المتمردين ترجمة نانسي قنقر العليا للانتخابات تعلنوا بعد حوالي الساعة النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد القوات المسلحة تضبط مخزنة للمتفجرات بأحد المنازل في قرية قرب بورسايد المعرضة السورية تبدأ اجتماعها في اسطنبول لتحديد موقفها النهائي من المشاركة في مؤتمر جينيف 2 نتحول في بانوراما أنين لمتابعة أخبار المال والأعمال تأتينا بهذه الأنباء الزميلة لميس عبدالغاني أهلا بك لميس أهلا بك عيون شكرا نجلاء ومشاهدين وقفتنا الاقتصادية نبدأها بعد فاصل القصير وابرز ما فيها محافظ البنك المركزي يتوقع زيادة الاحتياطي الأجنبي مشيرا إلى أن التزامات نادي باريس لم تسدد قبل يوليو مرحبا بكم توقع محافظ البنك المركزي هشام رامز توقع ارتفاع معدل الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي من خلال الفترة المقبلة بسبب حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالإضافة إلى السياسة المالية التي ينتهجها القطاع المصرفي للإستثمار الأمثل للعملة الأجنبية وأضاف رامز أن الفترة المقبلة فرصة للتقاط الأنفاس لأن مصر لم تسدد التزامات لنادي باريس إلا في يوليو القادم وهذه الشهور فرصة لتعويض ما فقدته مصر من الاحتياطي النقدي فترة ما بعد الثورة بإشارة زيادة الإنتاج ومعدلات السياحة أكد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أكد أن الدستور المصري الجديد يؤسس في كثير من مواده للعديد من المحاور التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة وأضاف العربي أن الدستور يلزم الحكومة بإعادة ترتيب الأولويات لأن الاستثمار في البشر هو الهدف لتحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى أهمية الاهتمام بتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة حيث أن مصر لا تستخدم أكثر من 3% من الطاقة المتجددة ومن جانبه توقع وزير السياحة هشام زعزوع توقع أن تنتعش الحركة السياحية بعد إقرار الدستور الجديد وأكد زعزوع أن المؤشرات تظهر أن أصحاب القرار السياحي في العالم يربطونه تماما بالظروف السياسية في البلاد سرح وزير الكهربائي